أصدر قاضي التحقيق على مستوى محكمة المسيلة أمرا بيداع المدير السابق للثقافة بالولاية رمح ظريف الحبس المؤقت بعد فتح تحقيق قضائي ضده عن تهمة عرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية والمساس بسلامة وحدة الوطن على خلفية إهانته وإساءة لأحد رموز الثورة الجزائرية عمان رمضان هذا وكانت وزارة الثقافة أنهت مهام ضريف من مديرية الثقافة والتي وصفتها الوزارة الوصية أنها تصرفات مرفوضة شكلا ومضمونا